بسم الله الرحمن الرحيم في هذا الدارس راح نعدل بعض التعديلات على البرنامج اللي شفناه في الدرس السابق برنامج البسيط حق Hello World في المرة السابقة كنا طبعنا Hello World بعدين جربنا نطبع عربي أهلا وساهلا ليش مثلا ما نخلي برنامجنا يسوي ثنتين مع بعض يطبع لنا أهلا وساهلا بالعربي وبنفس الوقت يطبعنا Hello World باللغة الإنجليزية كيف فكرة برنامج هذا؟ أنا ودي توقف شوي الفيديو وتروح للإكلبس وحاول أنك أن تتسوي بنفسك بعد كده ارجع وكمل الفيديو وقارن بين حلك وبين الحل اللي يسويه مهم جدا في البرمجة أنك تطبق قدر الإمكان أو قد ما تقدر هذا أهم شي في تعلم البرمجة مهما كنت موهوب مهما كنت ذكي خصوصا في بداية البرمجة لابد أنك تحل وتطبق بشكل رهيب جدا الجميع مر في التجربة هذه أنا منهم كنت أكتب برامج في البدايات بشكل كبير جدا إلى أن الواحد أتقن أساسيات البرمجة فرجع نوقف الفيديو ورجع طبق الآن بحيث أن برنامجك مرة ثانية المشكلة اللي نبغا نحلها هي بكل بساطة نبغى البرنامج يطبع لنا كل تنتين يطبع لنا هلا وورد يطبع لنا هلا وسهلا يعني هنا يطبع لنا هلا وورد وأهلا وسهلا وكل بساطة نعطيه أمرين نعطيه أمرين قلنا نحن نبغى أن نطبع العربي أول بعدين نبغى أن نطبع الإنجليزي فإذا مرة ثانية نرجع لتعريف البرنامج اللي بكرنا قبل سلسلة من الأوامر منتهية ومرتبة مضبوط فإذا أنت تبغى البرنامج يطبع لك هلا وسهلا أول بعدين يطبع لك هلا وورد لابد أنك تضع الأمر حق تباعة أهلا وسهلا أول بعدين بعده السطر اللي بعده يكون أمر تباعة هلا وورد زين إذن خلنا نجي هنا بالسطر هذا ونكتب system.out.print ونكتب هنا باللغة العربية خلسك الرقوس وأكتب هنا باللغة العربية أهلا وسهلا لاحظ طبعا أني أكتب بشكل سريع مهم جدا في البرمجة نكتب بشكل سريع تعود تدرب على الشيء هذا هذا الشيء يحتاج تدريب نكتب بشكل سريع رح يريح كثير يختصر لك وقت كبير في البرمجة خصوصا تدرس مادة وتختبر جدا يختصر لك وقت يعني وقتك أثناء حل اختبارات أو حل الأسئلة لما تتدرب على كتابة الكتابة بشكل سريع باللغة الإنجليزية طيب نرجع الآن عطينا أمرين للكمبيوتر الأمر الأول هو إطبع أهلا وسهلا باللغة العربية والأمر الثاني هو إطبع هلا وورد باللغة الإنجليزية خلنا نفذ البرنامج حفظنا البرنامج خلنا نفذ البرنامج نروح هنا ران الآز جابا أبليكيشن طبع لنا أهلا وسهلا وهلا وورد المناحظة هنا طبعا البرنامج لما قلت لك المشكلة اللي نبغى نحلها قلت لك نبغى نطبع الثنتين بس ما قلت لك والله أبغى نطبع كل واحدة بسطر مضبوط لكن فعليا هو الآفضة أنك تطبع كل واحدة بسطر زين؟ كثير من الأحيان يكون الأشياء المطلوبة في البرامج ما هي واضحة مرة لما تسوي بعدين برامج الشركات تجد أن الشركة تجي تطلب منك حاجة معينة تجي تسوي لهم البرنامج زي ما طلبوا لكن تكتشف أنه في أشياء يبغوناهم نسينها ما قلوها لك زين فهذا شي طبيعي جدا ترجع وتعدي على البرنامج حتى تعطيهم الشيء اللي يبغونا فحلنا هنا أنا قلت لك أبغى طباعة أهلا وسهلا أول بعدين هلا أول بس ما قلت لك أني أبغاها كل واحدة في سطر مضبوط لكن فعليا أنا أبغى كل واحدة في سطر طبعا أنت الآن رح تقول أنا طيب حطيت الجملة الأولى في سطر حطيت الجملة الثانية في سطر ثاني ليش ما أطبعت كل واحدة في سطر؟ آه هنا هالي ملاحظة مهمة جدا جدا في البرمجة شكل البرنامج اللي قدامك لا يمت بصلة لشكل الأوتوت اللي قدامك زين؟ أصلا أصلا فيما بعد لما تكتب برامج محترفة رح يكون برنامج كله كتابي بينما البرامج حقاتك يعني لما ييجي البرنامج يتنفذ يكون كله رسومي زين؟ يعني حطت في بالك شيء هذا شكل البرنامج اللي قدامك لا يمت بصلة لشكل الأوتوت مضبوط؟ فكونك وضعت أمرين أو جملتين مضبوط كل واحدة في سطر ما يعني أنه رح يكون الأوتوت كل واحد في سطر إذن لابد أنك تعطي أمر للكمبيوتر بشيء التالي تقوله يا كمبيوتر أطبع لي أهلا وسهلا بعد كده رح سطر جديد بعد كده أطبع لي هلو ووق تمام؟ شف خطوات تقوله أطبع لي هلو وسهلا بعد كده رح سطر جديد بعد كده أطبع لي هلو ووق كيف نسوي الشيء هذا؟ طبعا لابد أنك تحفظ أمر الكمبيوتر أنت ما تدري ما شفت الأمر هذا؟ أنا الآن رح أعلمك الأمر هذا بكل بساطة حط هنا LN أضف هذا الآن ما هو أمر print هذا أمر ثاني على الرغم أنهم متشبهين مرة الأمرين هذا ولي لكن كل واحدهم مختلف الأمر هذا يطبع لك الكلام بعدين يطبع لك سطر جديد بعده يروح سطر جديد يعني الأمر هذا يطبع لك الكلام بدون ما يروح سطر جديد تمام؟ لاحظ كيف دقة الكمبيوتر فقط حرفين مضبوط فرقة وفرق كبير جدا خلي شوف الآن تنفيذ طبعا ما حفظنا النجمة موجودة ما حفظنا Command S أو Ctrl S بعد كذا Right Click أو ضغط بالزر الأيمن Run As Java Application الآن طبعا أهلا وسهلا في سطر ثم بعد كذا طبعا أهلا في سطر ثاني طيب خلينا تدرب أكثر على الموضوع هذا الآن أبغاك تطبع أهلا وسهلا في سطر بعدين تطبع Hello World في سطر ثاني بعدين تطبع لي Welcome في سطر ثالث كلمة Welcome هذه زين؟ تطبعها في سطر ثالث ننظر ووقف الفيديو رح جرب أشياء هذا وارجع كمل الفيديو طيب أتمنى أنك حاولت زين؟ رح نحتاج أول شي ننعدل هنا نقول LN حتى أنه لما يطبعنا هلوه يطبع سطر جديد بعدها السي ثاني رح نحتاجه رح نحتاج أمر جديد أو جملة طباعة جديدة حتى يطبعنا كلمة Welcome زين؟ ما رح نكتبها رح في شي لازم تتعلمه في البرمجة مشهور جدا هو القص واللصق زين؟ أو النسخ واللصق مضبوط كنترول C تنسخ كنترول V تلصق أو كماند C تنسخ كماند C تلصق فهذه كماند C نسخنا فيها وهذه كماند V تلصق إذا كنت ما تعرف تنسخ تلصق رح يكتب أنت في نفسك لكن نسخ واللصق يسرع لك بعض المرات بعض الأشياء طيب نكتب هنا Welcome كتبنا كلمة Welcome هل نحتاج ال N هنا في Welcome ولا لا؟ سؤال مهم جدا مش رايك أنت؟ وقف الفيديو وفكر هل نحتاج ال N؟ زين أنا أبغى وش أبغى؟ أبغى أطبع هنا أهلا وسهلا ثم بعدين سطر جديد بعدين World بعدين سطر جديد بعدين Welcome فهل أحتاج ال N هذه؟ ولا لا؟ فكر ورجع مرة ثانية زين؟ وخلنك نفذ البرنامج ونشوف طيب خلن نفذ البرنامج نشوف زين؟ على الموجودة ال N خلن نشوف هل البرنامج بيطبع لنا الشيء اللي نبغاه ولا لا؟ Run As جابها Application تمام طبعاً البرنامج الشيء اللي نبغاه لكن هل فعلاً نحتاج ال N؟ هذا مو بدليل عنه نحتاج ال N زين؟ إذا بغيت تتأكد هل تحتاج حاجة في برمجة ولا شيء ولا ما تحتاجه ولا كذا؟ شلها؟ جرب منك تيل ال N هذه وتحفظ البرنامج وتنفذ زين؟ طبعاً المفروض إذا كنت فهم كلامي اللي قلت لك قبل تعرف إنه ما نحتاج ال N إنه الآن لو نفذنا رح يطبع لنا نفس ال Output مضبوط خلى شيل ال Output من هنا بس عشان يعني نتأكد زين؟ نضغط بالزر الأيمن بعدين Run As جابه Application فعلاً ما نحتاج ال LN الأخيرة مضبوط لكن نحتاج ال LN اللي قبلها لو غيرت تتأكد خلنشيل ال LN هذه مثلاً اللي هي New Line معناتها أو سطر جديد خلنشيلها نحفظ البرنامج ونروح ننفذ مرة ثانية خلنشيل بس التنفيذ اللي هنا عشان Run As جابه Application آه إذاً نحتاج ال LN إذا كنا نبغى اللي بعده يكون في سطر جديد تمام إذا كنا نبغى نطبع أهلاً وسهلاً بعدين سطر جديد نحط LN واضح؟ لاحظ أنه لو حطينا هنا LN هذه نختم فيها إن شاء الله لو حطينا هنا LN وجينا وحطينا الجملتين هذا ولي في نفس السطر هل راح يتأثر برنامج ولا لا؟ سؤال مهم جداً أبغاك تجرب الآن في Eclipse جرب الشيء هذا ونفذ أو شيء يفكر زين؟ هل راح يتأثر برنامج؟ هل راح يكون ال Output نفسه ولا لا؟ طبعاً أول ما ليش؟ أول خلي نفذ البرنامج قبل ما نسوي هذي نفذ البرنامج ما ليش؟ هذا البرنامج خلينا نفذه نفذنا البرنامج مضبوط هذا ال Output اللي حنا نبغى نبغى كل واحدة في سطر طيب الآن لو شلنا هذه الآن مضبوط وحطيناها هنا وجبنا هذه في سطر هذا تمام؟ هل راح يكون ال Output نفس الشيء كده؟ ولا راح يكون مختلف؟ فكر أو شيء يفكر برأسك زين؟ قبل ما تنفذ قبل ما تسوي أي شيء يقول والله يامنه يكون نفسه أو مختلف وليش؟ بعد كده طبق في Eclipse شوفوا شيء يصير بعد كده تعال شوف الفيديو خلينا نفذ الآن نشوف نفس الشيء ما تغير شيء آه إذن هنا C مهم جداً إذن العبرة ما هي بالأسطر العبرة بالجمل مضبوط هذه الجملة الأولى في الجافة نفذها الكمبيوتر في عبارة عن أمر قال أطبع أهلا وسهلا ثم أطبع سطر جديد نفذ الكمبيوتر طبع أهلا وسهلا بعدين طبع سطر جديد بعدين نجينا الآن الجملة الثانية هنا مضبوط في نفس السطر لكنها جملة ثانية هنا جاك مهمة الجرامر في الجافة وزي ما قلت لك شكل البرنامج مرة ثانية شكل البرنامج لا يمت بصلة لشكل الأوتبوت احفظ القاعدة هذه مضبوط؟ لكن يفضل دائماً أن كل جملة وكل أمر يكون في سطر للوحدة هذا يفضل لك حتى يسهل عليك ما تلخبط خصوصاً في بداية البرمج وحتى فيما بعد دائماً يفضل البرنامج يكون جيد ومرتب ومنظم لكن تذكر دائماً أن كل واحدة من هذه الجملة تكون في نفس السطر تكون جملتين في نفس السطر وجملة في سطر ثاني ما يهم أبداً المهم هو طبيعة الأمر لأن تعطيه للكمبيوتر كيف راح يفهم الكمبيوتر الأمر هذا؟ كيف راح ينفذه؟ زي أن هذا هو الشيء المهم أنك تفهم